مقدمة هذا الشوت لوافيكم بالنتيجة أول بأول أرى الآن في المركز الأول براك لهجن العاصفة بغيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي لكن التسلل من الجانب الثاني نشوان بدأ ينتشي منذ الانطلاقة نشوان لسيدي صاحب السموشيخ محمد بن راشد المكتوم بغيادة المضمر مطار بن سيف بن لاحق الهاجري المركز الثاني هملول يغير إلى مقدمة هذا الشوت لسموشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم بغيادة المضمر مسري بن سالم بالعرطي الحميري المركز الثاني براك لهجن العاصفة بغيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي عماش في المركز الثالث لسموشيخ حمدان بن راشد المكتوم بغيادة المضمر سعيد بن عبيد بمروشد المركز الرابع شاهيل لسموشيخ محمد بن خالد القاسمي بغيادة المضمر سهيل بن سالم العامري وفي المركز الخامس نشوال لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بغيادة المضمر مطار بن سيب بن لاحد الهاجري المركز الساد شاهيل لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم بغيادة المضمر خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي وفي المركز السابع المركز السابع مشوش مشوش في المركز السابع لهجن الحاصبة بغيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبيع المركز الثامن المركز الثامن عاني لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم بغيادة المضمر خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي المركز التاسع الخمري لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بغيادة المضمر خليفة بن سالم بن سقعة وفي المركز العاشر الحاسم لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم بغيادة المضمر عتيج بن سالم بن عرطي الحميري هذا أول لدى للمراكز العشر الأوائل ونرجع إلى مقدمة هذا الشوط براق لازال يبرق في مقدمة هذا الشوط منذ البداية وحتى هذه اللحظات تعود ملكيته لهجن العاصفة بغيادة المضمر الواثق دائما من هجن العاصفة حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبال مركز الثاني نشوف اللي في المركز الثاني شاهين اللي اسمه الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم بغيادة المضمر عاشق السلالة الشاهينية خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي وفي المركز الثالث شاهين في المركز الثالث ليسموه الشيخ محمد بن خالد الغاسمي بغيادة المضمر سهيل بن سالم العامري وفي المركز الرابع حملول ليسموه الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم بغيادة المضمر مسري بن سالم بالعرطي الحميري وفي المركز الخامس المركز الخامس عماش لسمو الشيخ عمدان بن راشد المكتوم بغيادة المضمر السعيد بن عبيد بن مرشد المركز السات نشوان لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بغيادة المضمر المنتشي مطار بن سيب بن لاحج الهاجري المركز السابع عاني عاني جداكم عاني يا حلوين المشم ها هو عاني لسموه الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم بغيادة المضمر خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي وفي المركز التاسع المركز التاسع مختار لسموه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بغيادة المضمر الشاب سعيد بن سالم لينيبي وفي المركز العاشر مشوش لهجن العاصفة بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبية وفن السبق ولي خلفن نعم بالواثق وتضمير يا السلام على هذا الهداء المتميز لهجن العاصفة الأول والعاشر المركز الأول والمركز العاشر هذه النتائج الطيبة هذا الموسم يبشر بالخير موسم خير ونشاهد وياكم أيها الحفل الكريم مشاهدين الكرام المنافسة منذ البداية الموسم قوية للغاية بنشوف موسم حافل بالإنجازات من موسم منافسات موسم مفاجآت في هذا الموسم 2013-2014 نرجع إلى مقدمة هذا الشوط إلى براق وبرق تحت شعة الشمس يبرق يبرق على المقدمة ها هو براق لهجن العاصفة بغيادة المضمر الواثق دائما من هجن العاصفة حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبين انتقل إلى المركز الثاني وفي المركز الثاني شاهين لسيد سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم بغيادة عاشق السلالة الشاهنية خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي بدأ يتسلل مع شاهين إلى المقدمة يا سلام تسلل نعم وتسلل ملحوظ إلى الغاية يندفع إلى مقدمة هذا الشوط عاني هنا أيضا عاني دائما يعني إلى المركز الأول يعني إلى المنافسة يعني إلى التحدي ها هو عاني لسموه الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم بغيادة المضمر خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي يا سلام على هذا الأداء الأداء المتميز للغاية وشاهين ينفرد بمقدمة هذا الشوط يا سلام هذا الرقص المعتاد من شاهين وعاني واصل عاني واصل اسم حلو اسم موزيغي اسم شاعري يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يبا ربيعة يتعشى وياه ويسرح وياه ويركض وياه لكن في الدرب وفي الميدان ما يحرف ربيعة ما يحرف ربيعة عاني عاني للمركز الأول عاني من العزبة من ناكل للمركز الأول يا سلام طير طاير على عرضية هذا الميدان ها هو عاني عاني جداكم عاني يا حلوين المشم عاني إلى خط النهاية عاني على الناموس عاني على الفوز وعاني على هذا العرض المتميز للغاية ألف ألف ما شاء الله ذكر الله على هذا الأداء الأداء المتميز من شاف المنصة بدأ يحلق بدأ يرقص على أرضية هذا الميدان الرقص المعتاد من عاني بنقول سلام سلام عليكم على هذا الأداء المتميز على هذا العرض الشيق الذي يشيق الجماهير ويشيق المتابعين الذين يتابعون عبر غنات دوباي ريسنغ هذا العرض المعتاد ها هو عاني عاني وهو عاني دائما للمركز الأول ما يحلاله إلا المركز الأول المركز الأول يبقى يصبح به يبقى يصبح به في هذا الصباح في هذا اليوم ها هو عاني والعصة لا زالت قوس ولا زالت في البطان يا سلام تهانينة تهانينة من الأعماء ليسموه شيخ سعيد بن حمدان بن راشد هالمكتوم على فوز عاني بالمركز الأول تهانينة أيضا للمضمر خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي عاشق السلالة الشاهينية مشكور يا أبو سلطان مشكور يا أبو مانا على هذا التضمير وعلى هذا الأداء المتميز الذي يقوم بعاني إنجاز تلغاي إلى خط النهاية بدون أي أوامر العصاف البطان تشوفونا على الشاشة ما تركت مرة والعالي ينبونه محنط ولا زال محنط ها هو عاني يصل إلى خط النهاية المركز الثاني شاهين لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن رايد المكتوم المركز الثالث نشوان لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم المركز الرابع لسمو الشيخ محمد بن مربن المشتوم المشتوم وفي المركز الخامس المركز الخامس مقصص لسمو الشيخ خالد بن سلطان القاسمي هذه النتيجة التوقيت الزمني ساعة وصول عاني إلى خط النهاية بعدما تجاوز لوحة الخمسة كيلو متر بكل جدارة وبكل فوز وبكل ابتخار ثمان دقائق أربع ذواني جزئين من الثانية تهانينا لسموه شيخ سعيد بن حمدان بن راجد المكتوم تهانينا للمضمر خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي والذي وصل في المركز الثاني شاهين قاطع مسافة خمسة كيلو متر في زمن وقدر ثمان دقائق ثمان ثواني سبع أجزاء من الثانية تهانينا لسموه شيخ سعيد بن حمدان بن راجد المكتوم تهانينا للمضمر خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي والذي وصل في المركز الثالث نشوان ثمان دقائق 12 ثانية تهانينا لسيدي صاحب السموه الشيخ محمد بن راجد المكتوم تهانينا أيضا للمضمر مطار بن سعب اللاحج الهاجري تهانينا للجميع والنموس